بخطى حاسيثة نحو تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية أدى أعضاء لجنة الجديدة لانتخابات اليمينة أمام رئيس مجلس الدستوري لكن هذه اللجنة منذ الإعلان عنها تثير الكثير من الجدل في الأوساط الشعبية والسياسية فقد تشكل أعضاؤها حسب متقيدها من أشقاء وأصهار رؤساء الأحزاب المشرفين على تشكيلها منتدى المعارضة الذي يضم أغلب الأحزاب السياسية المعارضة شدد على أنه لن يعترف بها واصفاً إياها بأداة الحكومة والحزب الحاكم لتمرير التزوير المنتدى لا يشارك في الانتخابات لغاية ما هو لا يقبل ما هو لا يقبل التزوير ولا ولا يقبل القش ولا ولا يقبل الحياس الدولي لكن الحزب الحاكم يؤكد أن اللجنة المستقلة الجديدة لانتخابات هي نتاج حوار وتوافق شامل بين كثير من الأحزاب السياسية ولا دخل للحكومة فيها واعتبر أن التجربة الديمقراطية في موريتانيا تؤمن لجميع موالاتاً ومعارضة فرصاً متساوية رافضاً دعوة المعارضة لحضور المراقبين الدوليين بالنسبة لنا كل ظروف مهيئة هناك لجنة وطنية مستقلة للانتخابات تشرف على هذه العملية من بدايتها إلى نهايتها أما موضوع المراقبين الدوليين فنعتبر أنه لا ضرورة أصلاً وليس لدينا اعتراض ولا أي موقف إن بادروا انتلقاء أنفسهم أو دعاهم طرف آخر ونعتبر أن صرف أموال الشعب الموريتاني عليهم أهدر للمال العام حزب تمام الذي شارك في اختيار أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات أصدر من جانبه بياناً صحفياً تبرأ فيه من هذه اللجنة وقال إنها تخالف المعايير القانونية المنظمة للجان المشرفة على الانتخابات لكن ذلك لم يمنع الحزب الحاكم من رأس صفوفه استعداداً للانتخابات البرلمانية الرئاسية القادمة دعياً للمعارضة إلى المشاركة وتحكم صنادق الاختراع خلافات إذن مبكرة حول أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات قد تعصف بجو الانفراج الذي كاد أن يسود مؤخراً بين حزب حاكم يسعى إلى استمرار ما يسميه الجمهورية الثالثة وبين معارضة تطمح إلى تحقيق التناوب على السلطة محمد فضل الحرة نوكشور